إذن لمناقشة هذه التطورات أنتقل مباشرة إلى العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا من هناك عبر الأقمار الصناعية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواص دكتور محمد مساء الخير وأهلا بك معنا إلى هذه النشرة إذن كما تبعنا في التقرير أوكرانيا غارقة في الظلام بعد مهاجمة موسكو للبناء التحتية وزيلنسكي يرفض التفاوض بحسب آخر تصريحات له اليوم لجريدة الفينانشل تايمز بأي اتجاه برأيك يدفع كل طرف نحن حاليا في المرحلة العسكرية التي لم تنتهي ما زالت روسيا حسب التصريحات الروسية ما زالت تعول على انتصار في أوكرانيا فيما يعتبر الطرف الأوكراني أن المعركة لم تنتهي وبالتالي ما حققوه في منطقة خاركيف وخيرسون بإمكان تحقيقه أيضا في مناطق ربما زابروجيا قريبا أعتقد أن الطرفين ما زال معولين على البرد وعلى الشتاء لذلك بعض الترجحات تقول أن لا تسوية ممكن أن تأتي إلا بعد أن يختبر البلدان هذه الفترة علما أن تاريخيا الشتاء هو الذي أنقذ روسيا إبان الهجوم الهتلري والهجوم النابوليوني السابق لكن الوضع مختلف لأن أوكرانيا أيضا هي جزء من المنطقة وهي من المتعودين على هذا الصقع دائما ما نسمع خاصة بالصحافة الغربية عن التحضير لمعركة الشتاء بالنسبة لموسكو ولكن اليوم دكتور في ظل الحديث عن معارك كما ذكرت مستمرة تشتد عند جبهة دينيبرو وأيضا زابروجيا هناك في المقابل حديث عن حزمة عقوبات جديدة على موسكو هي التاسعة وهناك أيضا حديث في الخامس من ديسمبر وضع سقف لأسعار الوقود الروسي إلى أي مدى برأيك هذين العاملين سوف يؤثران على قدرة موسكو العسكرية؟ طبعا سيؤثران لكن ليس هذا المثير للإهتمام المثير للإهتمام أن الموقف الغربي ما زال هجوميا ضد روسيا رغم كل الحديث في الأسابيع والأيام الأخيرة عن إمكانية الوصول إلى تسوية أو دعوات من هنا وهناك وحتى من داخل الولايات المتحدة إلى مفاوضات وإلى تسوية سلمية وحتى كان في تشكيك بإمكانية أن تستمر هذه الدفعات من المساعدات العينية والتسليحية الغربية إلى أوكرانا بالتالي أوروبا والولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات التي تكلمت عنها تؤكد من جديد أنها لم تتراجع أبدا وتريد فعلا دعم أوكرانيا والدفاع عن أوكرانيا وتحقيق إنجاز معين طبعا في البالي دائما أن هذه الحرب لا تنتهي إلا بمفاوضات وإلا بتسوية فبالتالي أعتقد أن المجتمع الغربي يريد تحسين أوراق أوكرانيا عندما تتحضر للطاولة المحتملة قريبا أنا أشكرك دكتور على هذه المداخلة معنا من لندن دكتور محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي شكرا على وجودك معنا في هذه النشرة شكرا على مشاتي